معي في السوديو رئيس التحرير فارسي كاميليا انتخابي فرد أهلا بك كاميليا معنا التقرير الذي أوردته ووستير جورنال بأن إيران بقي لها ستة أشهر حتى تصنع أو تحصل على الوقود اللازم للقنبلة الذرية فإن لم يتوصل إلى اتفاق نووي هل هذا سيحدث فعلا في إيران شكرا جزيلا على الاستضافة وتحياتي لمشاهديكم إذا اعتقدنا أن هذا التقرير صحيح وأن الشخص يتحدث بالحقيقة فإن المشهد خطير فهذا فيه انتهاك للاتفاق مع الأمريكان والآن في الاتفاق السابق لـ 2015 هناك إن كانت المفاوضات أدّي إلى اتفاق فكيف يمكن لبايدن وإدارته يطمنون للعالم خلال ستة أشهر أنهم يمكن أن يفككوا هذا البرنامج النووي وأن يخرجوا المروريونيوم المخصب من إيران كل هذه القضايا لا بد من حصولي على إجابات صحيحة لها وهناك توقع آخر وهو يأتي بتشككات الخاصة حول المنفاوضين فهؤلاء يطمنون منذ 2013 و2015 وكان هناك كثير من المعلومات المضللة التي اغتيت للصحفيين كان هناك عدد من الصحفيين حصلوا على معلومات من فريق ظريف ومن الإدارة الأمريكية وكان هناك تقرير نشير بعد مغادرة أوباما للرئاسة ومستشار لأوباما قالوا أن هناك معلومات مغلوطة مضللة وعطيت لهم فالرئيس بايدن وإدارته يتحدثون بالحاحة عن البرنامج النووي وبالتالي هذا تفاق ضعيف يحاولون أن يبرموه لكن هناك قضايا كثيرة غير محلولة من جانب تدخلات إيران في المنطقة والطائرات المسيرة والصواريخ لا أحد يتحدث عن ذلك وبالتالي فإن هذا ما تبحث عنه إدارة بايدن وبالتالي تحل قضيتها مع إيران طب عندما يقال أنه كان الهدف بدلاً من أن يكون أمام إيران ستتأشر للحصول على الوقود اللازم للقنبلة الذرية والهدف أن تمد هذه الفترة إلى السنة ما فائدة الاتفاق النووي إذن في هذه الحالة قد يكون شيء مؤقت كما وصف فإن المنطقة لن تقبل ذلك وإسرائيل أيضاً وغيرهم من النظراء وبالتالي فإن بايدن ربما يحاول أن يطلق عشرة مليونات طولارت من أموال إيران من أجل استعادة الرهائن الأمريكيين وبالتالي هذا الجزء من الاتفاق لا بد من فهمه وهناك انتخابات في الولايات المتحدة وبايدن ليبين أنه ليس ذو شعبية وهناك كثير من القضايا عليه أن يزيد فيها شعبيته ربما يبين للجمهور الأمريكي أن كثير من القضايا يمكن حلها من أجل أن يبقى الحزب الديمقراطي طيب لو لم يتوصل إلى اتفاق إيران ستلجأ إذن لتنشيط مشروعها النووي في هذه الحالة ما السيناريو يعني هل سيضع العالم خاصة الغرب يعني ويجلس ويضع ساقا على ساق ويتفرج على إيران وهي تتقدم بمشروعها النووي أو الذري لست متأكدة إن كنت مئة بالمئة متأكدة أنهم سيتوصلون لإتفاق لكن المشهد يبين أن الولايات المتحدة تبدو كل الجهود الممكنة كي تتوصل إلى مثل هذه الاتفاق فمثلاً هناك حديث عن عقوبات أقصى على إيران وأقصى مما كانت في زمن ترامب وربما إن وصل هذا الملف إلى مجلس الأمن وإيران ينظر إليها كدولة تهدد الأمن الدولي فإن الأمن القومي يمكن أن يطلب المواجهات كما كنا في حالات سابقة التي تعرضت فيها مرافق أمنية أو أسكرية إيرانية فلو قامت إسرائيل بمثل هذا العمل فإنه ليس ضد القانون الدولي هذا هو السيناريو الذي يجعل المنطقة كاملة قلقة أكثر من الأمريكيين فلا أحد في المنطقة يرغب بأن يكون هناك أي مواجهة وفي الوقت ذاته أرى أن الأمريكان يستغلون هذه الفرصة ضد دول المنطقة لقبول هذا الاتفاق قبل أن يحدث أي مواجهات ما الذي سيقنع أو يرضي إيران في اتفاق من هذا القبيل؟ ديل المرضي لهم هو الحصول على النقد النقد مهم جدا للنظام ونحن نتحدث اليوم هناك زيادة في الأسعار أكثر مما سبق وبالتالي قد يكون هناك انفجار داخلي من الجوع والمحبطين في إيران غير السعيدين بالطريقة التي يتعامل فيها النظام معهم يريدون هذا النقد كي يجعلون أو يجدون طريقة جديدة لاستغلال برنامجهم أولا يريدون أن يحصلوا على المال وبالتالي ربما يبيعون النقط ولست أقول أن الرئيس بايدن وهذه الإدارة متلحفين أو يتطلعون لحل هذه القضية بشكل كبير لكن انظروا إلى المنطقة وما يحدث فيها وهذا يعطينا صورة أفضل حول هذه الإدارة وسياستها تجاه إيران كاميليا انتخابي فارد رئيس تحرير اندبندنت فارسي شكرا لوجودك معنا في الاستوديو شكرا اشتركوا في القناة